وحدة التوارئ حكومية في رومانيا أعلنت أن أربعة أشخاص لقوا حطفهم جراء انفجار في خط لأنبيب الغاز بموقع إنشاء طريق سريع في مقاطعة فرانتشا بشرق البلاد في وقت مبكر يوم الخميس. في الشهر الماضي كان قد أصيب عشرة الأشخاص جراء انفجارات في محطة نفطية للغاز المسال في بلدة كريفيديا الرومانية قرب العاصمة بوخارست، وهي واحدة من بين عدد من الحرائق التي اندلعت في البلاد. المتحدث الرسمي باسم مفتيشية المقاطعة لحالات التوارئ ببوخارست، سرح أن الانفجار نتج عنه الكثير من الضحايا والإصابات، حيث لقي نحو أربعة عمال مسرعهم فور وقوع الحريق، وإصابة خمسة آخرين. ووفقاً للمؤشرات الأولية الرسمية، فإن تواقم الإنقاذ والتوارئ أخمدت حريخ خط أنبيب الغاز في حوالي ثلاث ساعات.